ظاهرة تفشي الجوع ونقص الغذاء في دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وصلت حد الخطورة بعد أن صنف الإقليم من قبل منظمة الفاو العالمية كأكثر أقاليم العالم نمواً من حيث انتشار الجوع فقد تضاعف عدد من يعانون نقص الغذاء المزمن في الإقليم من 16 مليون ونصف المليون شخص في الفترة ما بين عامي 1990 و 1992 إلى نحو 33 مليون شخص في الفترة ما بين عامي 2014 و 2016 وفي الوقت نفسه ارتفع معدل الأشخاص الذين يعانون نقص الغذاء من 6.5% من عدد السكان في المنطقة بين عامي 1990 و 1992 إلى 7.5% في الفترة ما بين عامي 2014 و 2016 وتعيش الأغلبية الساحقة من السكان الذين يعانون عدم الأمن الغذائي في العراق والسودان وسوريا واليمن والأراضي الفلسطينية وأصبحت دول إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا معتمدة بشكل متزايد على استيراد الغذاء بسبب الضغوط السكانية والتوسع الحضري المتسارع وندرة المياه والتغير المناخي أما على صعيد أكثر الدول التي تضم أكبر عدد من السكان ممن يعانون نقص الغذاء في المنطقة فتأتي مصر والعراق والأردن ولبنان والسودان وسوريا حيث تضم نحو 70% من عدد الأشخاص الذين يعانون نقص الغذاء في الإقليم بشكل عام أما في دول المغرب العربي فقد انخفض معدل انتشار نقص الغذاء وعدد الجياع في الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس وهي الدول الوحيدة في الإقليم التي حققت أهدف الألفية للتنمية فيما تعلق بالجوع وحددت الفاو الفقر كعامل رئيسي يمثل عائقا في قدرة الحصول على الغذاء حيث يرتفع معدل الفقر بشكل لافت في المناطق الريفية العربية للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من القاهرة المدير العام والمساعد والممثل الإقليمي لشرق الأدنى وشمال إفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو عبد السلام وولد أحمد سيد عبد السلام أهلا بك معنا إلى أي مدى ساهمت الصراعات والأزمات السياسية والأمنية في المنطقة في تفاقم عدد الجياع مساء الخير الحقيقة يظهر هذا التقرير بأن السبب الرئيسي وراء تدهور الوضع الأمني الأمني القيائي في المنطقة هم بأي الحروب والنزاعات والأزمات المزمنة وهناك أربعة إلى خمسة أربعة دول تقريبا يعيش في أقلب من يعانون من الجوع في المنطقة وهناك خمسة عشر دولة استطاعت تحقق الهدف الإلمائي للألفية المتعلق بالجوع وهذا تقدم كبير إلا أن الأزمات والحروب قطت على هذا الإنجاز وأصبح الإقليم فعلا هو الإقليم الوحيد الذي تزايدت فيه نسبة من يعانون من الجوع وتضاع فيه عدد من يعانون من الجوع سيد عبد السلام في ظل هذه الأوضاع وأيضا في ظل كما ذكرت تحقيق العديد من الدول أهداف القمة التنمية محاربة الجوع وتراجع أيضا هذه المعدلات في الدول العديدة دول نمية بحدود الخمسين في المئة اليوم ما الذي يمكن القيام به في المنطقة العربية للحد من هذه الظاهرة وأيضا للقضاء كليا على الجوع التقرير أولا يركز على يصلط الدوء على الوضع في الدول التي تعاني من الأزمات لأن الأمن القذائي فيها وحالة الأمن القذائي حالة خطيرة لكنه في نفس الوقت يشير إلى بعض التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة العربية بحصولها على الأمن القذائي وأولا التحدي الكبير هو تحدي ندر تلمية وتزايد السكان وتزايد الطلب على المواد القذائية وكيف يمكن في المستقبل أن نوازي بين كل هذه العوامل وهذا تحدي كبير يواجه المنطقة ولا بد من عمل جماعي هذا ما يشير إليه التقرير عمل جماعي أولا لمواجهة الأزمات والاتصدي لها ولا يمكن لدولة واحدة أن تنعم في الأمن القذائي في ظل الأزمات المنتشرة ونرى انعكاسات هذه الأزمات والأزم السورية على سبيل المثال والتقرير يتكلم بعمق على ذلك نرى انعكاساتها على لبنان وعلى الأردن كما نرى انعكاساتها على العراق وبالتالي لا بد من عمل جماعي للتصدي للأزمات ولا بد من عمل جماعي تضافر الجهود لمعرفة ما هي أسباب هذه الأزمات وكيف يمكن أن تكون هناك خطط استباقية لتفادي انعكاساتها على الأمن القذائي من ناحية ولا بد كذلك من التركيز على التحديات الكبرى الهيكلية التي تبواجه المنطقة وعلى رأسها تحدي المياه وتحدي تزايد السكان والارتباط الكبير أو التعويل الكبير على الأسواق العالمية من ما قد يؤدي قدا إلى أزمات مثل تلك التي شاهدنا في الماضي القريب سنة 2007 و2008 سيد عبد السلام هذه العوامل التي ذكرت بالإضافة إلى عامل الصراعات في المنطقة ربما يمكن للدول العربية معالجتها ولكن هل هناك معالجة جدية من قبل الحكومات العربية لسيما لجهة الاستثمار في الموارد الغذائية وإشراك القطاع الخاص أيضا في هذا المجال هناك فعلا توجه ملحوظ في هذا الإطار منذ أزمة القذاع في سنة 2007 و2008 قيرت الدول من منهجيتها وأخذت بموضوع الأمن القذاعي على محمل الجد وتزايد مستوى الاستثمار من القطاع الخاص والقطاع العام في الأمن القذاعي داخل وخارج المنطقة وهذا توجه جيد لكن لا بد وهذا يشير إليه التقليل كذلك لا بد من سياسة شمولية على المدى البعيد والسياسة الشمولية يجب أولا أن تضع مشكلة ليس بقط نقص القذاع ولكن مشكلة التقليل ككل على رأس الأولويات بلأنه فعلا 15 دولار استطاعت أن تحقق هدف الإنماء الألفية متعلق بالجوع لكن سوء التقليل منتشر وهذا يتعلق بمستوى ارتفاع مستوى البدانة وكذلك بقاء مستوى الفقر في الدم لدى الأطفال إلى مستوى عالي ومستوى سوء التقليل المزمن بالتالي لا بد من أخذ التقليل ككل ويجعلها أولوية على رأس الأولويات وكما ذكرت من قبل لا بد كذلك من نظر إلى المدى البعيد وخاصة إلى مشكلة المياه وكيف يمكن معالجة مشكلة نظرة المياه وكيف يمكن الحد من التعويل على الاستيراد على المدى البعيد ولا بد من مواجهة هذه الأزمات وهذا يتطلب عمل جماعي ويتطلب أن الدول العربية تجعل من القضاء على الهدف الأساسي وهذا موجود في أقاليم مخرى أتكون من بينها نعم سيد عبد السلام هذا كله مطلوب كما تقول ولكن بالمجمل دول الإقليم ما زالت متأخرة كثيرا حتى عن الدول النامية في هذا المجال في معالجة ومكافحة الفقر والجوع إذا استمرت المعالجات على ما هي عليهم ما هي توقعاتكم في الفاول في هذا المجال أولا نحن نرى أن الدول هذا الإقليم كانت حققت تقدما كبير وليست متأخرة عن الآخرين ربما متأخرة فيما يخص بالعمل الجماعي وفيما يخص الوضع الأهداف استراتيجية للقضاء على الجوع لكنها في العمل الميداني ليست متأخرة ولديها قدرات كبيرة على كل المستويات ولديها قطاع خاص قوي ويشير التقرير ويعطي بعض الأمثلة من دول التي طورت إنتاجها وطورت صادراتها بالتالي ما هو مطلوب اليوم هو تجديد الالتزام بالقضاء على الجوع وعلى الفقر والعمل الجماعي لذلك شكرا لك المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو عبد السلام ولد أحمد كنت معنا من القاهرة